مصفوف بالجلبانة والفول أكلة شعبية صحية واقتصادية في نفس الوقت أعزائي المشاهدين مرحبا بكم الوصفة عنها اليوم لا نريكم كامل مراحل لكن سوف نفهمكم ورأيت لكم من قبل بالتفصيل كيف يفوروا الطعام كيف يفوروا الفول اليوم نهضروا على مصفوف يعني كوسكوس بالجلبانة والفول بعد ما تشمخوا الكوسكوس لا يحتى يقطر بالماء على خاطر شتاع الفابريكا يشمخواه بزاف سيتعجنهم بعد خليوا يشرب في غرضه مرة على مرة خلطوه بيديكم عمروا القدرة بالماء تحت اليدين لا يقوموا بشفق اليدين و هذا كي يغلي لا يقص الكوسكوس اللي يكون في الكسكاس وتبعوا طريقة الكلاسيكية تفوار تعزمان يعني تفوروه زوج مرات بعد ما تفوروه المرة الأولى حطوا عليه شوية ملح و شوية الماء خلطوه ملح في الجفنة وخليوا يشرب هذا الماء في غرضه بعد ما تكونوا نقيته هذا الفول والجلبانة فوروا الفول القبل اضعوا ملح في نص طيب الفول اضعوا عليه الجلبانة و طبعا فوق الجلبانة اضعوا ملح لازم تغطيوا الكسكاس بغطيوات على كشطنجرة لتكون قضي الكسكاس بعد ما يطيبوه اضعوا عليه الطعام هذا اللي خليته يتشمخ و نشف شوية ملمة كيفور فرغوه في الجفنة حلوه غير هكذا بالملعقة و خليوا هذه السخانة الكبيرة تروح منه و ادهنوا بشوية زبدة او زيتون اذا استعملتوا الكسكوس الخشين من الاحسن تفوره 3 مرات هذه هي وصفتنا اليوم و الى الملتقى ان شاء الله موسيقى